قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن متحور أومي كرون يبعث على القلق لكن لا ينبغي أن يتسبب في الهلع وأكد أن الولايات المتحدة باتت تتوفر على وسائل لمكافحة متحورات كورونا أكثر من أي وقت مضى وبدأ اليوم حظر الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة من جنوب إفريقيا وسبع دول مجاورة لها كجزء من إجراءات احترازية تهدف للحفاظ على ما أحرز من تقدم في احتواء فيروس كورونا بعد اجتماع مطول مع فريقه الطبي خارج الرئيس الأمريكي جو بايدن ليطلع الأمريكيين على جهود إدارته لإحتواء أومي كرون متحور فيروس كورونا الجديد الذي لا يزال العالم يجهل الكثير حول مدى خطورته أو سرعة انتقاله إن هذا المتحور سبب للقلق وليس للهلع لدينا أفضل اللقاحات في العالم وأفضل العلماء والأدوية ونتعلم أشياء إضافية كل يوم سنحارب هذا المتحور بتدابر علمية تستند إلى الخبرة والمعرفة وليس عبر الفوضى والارتباك الرئيس بايدن الذي يفخر بنجاح إدارته في توسيع عمليات التطعيم حث الأمريكيين على تلقي جرعات معززة للقاحات كورونا كوسيلة أنجع للحماية ضد فيروس كورونا ومتحوراته ومنذ اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا أجرى مسؤولون أمريكيون في القطاع الصحي اتصالات مكثفة مع نظرائهم هناك من أجل الحصول على آخر البيانات والمعطيات بشأنه إن خصائص هذا المتحور توحي بأنه سيكون سهل الانتقال وأنه قد يفلت من الحماية المناعية التي نحصل عليها على سبيل المثال من الأجسام المضادة وأمصال التعافي لدى الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وحتى من تلك الأجسام المضادة التي توفرها اللقاحات إن هذا قد لا يحدث بالضرورة لكنه مؤشر قوي على الحاجة لأن نكون جاهزين لذلك وبالرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي أن لا حاجة لإجراءات إضافية في هذه المرحلة فإنه أشار إلى أن فريقه يعمل مع شركتي فايزر وموديرنا من أجل وضع خطط طارئة يعتزم والبيت الأبيض عقد سلسلة من الاجتماعات في الأسبوع المقبل تضم خبراء طبيين وأعضاء في الكونغرس ضمن جهود محمومة تهدف إلى الاستفادة من أخطاء الماضي لا سيما أن إدارة بايدن تعز انتشار متحور ديلتا إلى فشل العالم في احتوائه على وجه السرعة هي جامبورار الحرة البيت الأبيض